هذا ويستمر الإقبل على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من تطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الثلاثاء حوالي مليون وثلاثة وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم ثمانمائة واثنين وسبعين ألف شخص هذا ويشدد الفريق الوطني الطبي على ضرورة المبادرة والتسجيل للحصول على التطعيم للوصول إلى المناعة المجتمعية التي ستسهم بدورها في عودة الحياة الطبيعية